حجم التغطية الإعلامية التي كانت في هذه المناطق المتضررة كانت تغطية إعلامية كبيرة جداً سواء من طرف المنابر الوطنية أو من طرف المنابر الأجنبية وهنا المعلومة كانت متوفرة فيكفي أنك تفتح أي قناة من القنوات وتشوف بالمباشر الجهود التي تقوم بها بلدنا تشوف مواطنين يتكلمون مع الصحافة الوطنية والدولية بدون أدنى ضيق فبالتالي هذا واحد من الدروس المهمة التي نظن بأنه بلدنا نجحت فيها أزياد من 310 صحفي أجنابي شاركوا في تغطية هذا الزلزال هذا يمثلون 90 في 90 وسيلة من وسائل الإعلام أزياد من 310 حوالي 312 صحفي أجنابي لكلهم كانوا يشتغلوا في الجهود الشفافية والحرية وأنهم غطوا جميع المناطق وتواصلوا مع المواطنين وهذا مرة أخرى بلدنا كتأكد بأنها بلد يحترموا الحريات ويحترموا حريات الصحافة وما كانت تشيط ضيق على أي صحافة كيفما كان نعذره ربع هؤلاء الصحفيين بالضبط 78 صحفي كانوا من جنسيات فرنسية 78 صحفي يمثلون 16 وسيلة من وسائل الإعلام 13 تم اعتمادها خلال هذا الزلزال و3 كانت عندها اعتمادات دائمة لذلك الربع للصحفيين الأجانب التي اغطوا الزلزال للحوز كانوا عندهم جنسيات فرنسية بالرغم من أنه شفنا والمغربة كلهم شفوا بأنه التغطية في بعض الأحيان لم تكن موضوعية ولكن لم يتعرض تشيو واحد من هذا المنابير أو للصحفي لأي تضيق بل على العكس بلدنا أكدت مرة أخرى بأنها بلد دي الحريات كيفما كانت دائما وخاصة حرية الصحافة الصحفيين اللي جوا في السؤال ولن هدوا دخلوا البلدنا بغرض سياحي لم يدخلوا ولم يطلبوا أي ترخيص ولم يعلنوا على أنهم صحفيين يطلبون أنهم يقوموا بواحد العمل صحفي في إطار واحد الاعتماد كما هو منصوص عليه يعني من طرف جميع القوانين اللي كانت نظم هذه المجال طبيعي جدا أنه يتم إبعادهم بقرار للسلطات الإدارية السلطات الإدارية قامت ما هو منصوص عليه في القانون في ترحيلهم إلى بلدانهم وكيفما قلت بلدنا مرة أخرى تؤكد بأنها بلد دي الحريات ودي الشفافية وأنها حرصت كل حرص على أن جميع الصحفيين مرسوا المهام ديهم في حرية كاملة شكرا على المشاهدة إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي مرحبا بك ترجمة نانسي قنقر